الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الكل ما يسمى بتوازن سوق السلع وسوق النقود توازن السوقين سوق السلع من جهة commodity market وسوق النقود money market او ما يسمى اختصارا بال ISLM model ارجو ان يكون فيه الفائد العضوى لكافة احبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيث ما كانوا على بركة الله نبدأ وذكر وقط باساسيات السوقين الان كيف ينشأ سوق السلع تذكرون احبتي ما يسمى متساوية الدخل هذه متساوية الدخل التي تقول بان الانتاج الكل او الدخل الكل في الاقتصاد يعتمد على المتغيرات الكليه الاتية هذا هو الانفاق الاستهلاكي يضاف الى الانفاق الاستثمار على السلع الرأسمالي من قبل المستثمرين له اي يضاف الى كل ذلك الانفاق الحكومي بكل مستوياته واشكاله الرأسمالي وما شابه ويضاف الى ذلك اخيرا فرق ما يسمى بالقطاع القطاع السلعي الخارجي الخارجي اي الفرق بين الصادرات من جهة والمستوردات من جهة اخرى هذا الان هو سوق السلع ارجو ان لا تنسوا هذه الحقيقة نكمل التمثيل بياني لسوق السلع تذكر احبتي ان على المحور الافقي هو مستوى الدخل هذا مستوى الدخل على المحور الافقي وعلى المحور العمودي بقية المتغيرات الكليه اللي هي الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري ونفقات الحكومة والصادرات والمستوردات الان الخط المرجع الذي نقارن نسبة اليه هذا الخط الذي يصنع مع الافق هذه الزاية هنا خمس واربعين درجة فقط لا غير الان لاعتبارات معينة افترض انه الان هذه دالة الاستهلاك اذا حيدنا بقية المتغيرات فقط الان سأتعامل مع الاستهلاك والاستثمار فقط لا غير طبعا الاستهلاك بده يتمخض عنه ما يشنى بالادخار فلنفق بان الان هذه دالة الاستهلاك سي تساوي ا زائد ام بي سي في واي طبعا او واي دي يعني الان ليس هناك فرق طالما انه الهدف هو الشرح فالان هنا دالة الاستهلاك طبعا تذكروا انه هذه النقطة ايه هنا هذه النقطة اللي هي التقاطع مع المحور العمودي وبالتالي الان نقطة التقاطع مع الخط المرجع هذا هذه نقطة التقاطع هنا اه الان التمخض عنها الدخل الكلي عند هذه المرحلة نفترض انه عندي الان واي وان مقابل ذلك الان عند هذه النقطة واي وان كل الدخل ذهب الى الاستهلاك كل الدخل ذهب الى الاستهلاك وبالتالي ليس هناك الدخار فلنفترض الان بقي المحور الافقي يمثل الدخل لكن محور العمودي الان يمثل الادخار وبالتالي الان هذا دالة الادخار هنا اس يعني اوضحها ما امكنني ذلك اس اس تساوي سالب ا زائد زائد ام بي اس في الدخل الان عند نقطة واي وان هذا الدخل هذا واي وان عنده الادخار يساوي صفرا الادخار هنا هذا اس يساوي صفر لان كل الدخل ذهب الى الاستهلاك لنفترض الان بان المستثمرين دخلوا الى الحق الاقتصادي واستثمروا استثمروا على سبيل المثال عند هذا الان الخط اللي هو اي هذا اي او دعني اضعه بخط متميز ازرق حتى نغير الالوان هذا اي الان اللي هو الاستثمار الان نقطة التقاطع الجديدة لاحظوا لي بان هذه النقطة الان بتقول لي بالحرف الواحد ان هناك توازن بين الادخارات من جهة والاستثمارات من جهة اخرى وبالتالي ادى ذلك الى زيارة الدخل نتيجة لدخول الاستثمار على الصورة وبالتالي نشأ هذا الان الخط هذا المنحنى الجديد اللي هو سي زائد اي فاذا كانت هذه تساوي ايه هذه النقطة الان تساوي ايه زائد اي وبالتالي زاد الدخل نحظوا الان نقطة التقاطع هنا فزاد الدخل الان من واي ون في هذه الحالة الى واي تو وهنا طبعا هنا واي تو ما يعني الان بان الدخل زاد من واي ون الى واي تو نتيجة لدخول الاستثمارات الاستثمارات تعني اميزها ثاني مرة هذه الاستثمارات هنا الى الحق الاقتصادي وتفاعلها بالاقتصاد بالانتاج وما شابه كل ذلك بسبب ان الان الادخارات زادت الادخارات زادت ما يعني بان هذه الادخارات ستذهب في قناة الاستثمار ويؤدي ذلك الى زيادة الدخل من واي ون الى واي تو كيف يمكننا ان نمثل بيانيا اللي هو على شكل علاقة بين الاستثمار والادخار على المحور الافقي يبقى مستوى الدخل لكن على المحور العمودي هذه الان هي مستوى مستويات الاسعار الفائدة هذه اسعار الفائدة تذكرون احبتي انه ذكرناها في اكثر من يعني عشرة محاضرات بان العلاقة عكسية بين الاستثمار من جهة واسعار الفائدة من جهة اخرى الان عند مستويات اسعار فائدة عالية بتكون لما تكون اسعار الفائدة عالية بتكون الان الاستثمارات قليلة وهي ان الاستثمارات قليلة يكون مستوى الدخل منخفض لكن بنفس الوقت عندما تكون الاسعار الفائدة عالية بتكون ادخارات عالية وبالتالي الان نتيجة لهذه الاوضاع هذه النقطة تنشأ ساكرر الحقائق عن هذه النقطة تمثل نقطة التقاطع بين الاستثمار والادخار اس هذه عندما تكون اسعار الفائدة عالية تكون الادخارات عالية لكن الاستثمارات تكون منخفضة وبالتالي يكون الدخل منخفض الان اذا انخفضت اسعار الفائدة الاستثمارات ترتفع والادخارات تنخفض شيئا قليلا ما يعني الان تنشأ نقطة ثانية هذه النقطة هنا اس ثانية واذا انخفضت اسعار طبعا يرتفع الدخل يرتفع الدخل تدريجيا لاحظوا لي هنا يعني عند مستوى دخل y1 هنا عند y2 على سبيل مثال لكن عندما تنخفض اسعار فهذه اكثر يرتفع الاستثمار وبالتالي يرتفع الدخل ما يعني الان بهذه النقطة الجديدة اس الجديدة اذا الان شبكنا طبعا هاي كمان نقطة رابعة اذا شبكنا بين كل هذه النقاط بخط هذا او المنحنة هذا المنحنة يسمى اس curve اس curve ارجو الانتباه له هذا الان هو اس curve خليني امحطا نتأكد انه صورة واضحة الان هذا هو اس curve هذا اس curve الذي يبين العلاقة بين الاستثمارات والادخارات عند مستويات مختلفة من اسعار الفائدة ويؤدي ذلك الى يعني زيادة الدخل او الخفاض الدخل تباعا فهنا في هذه الحالة عندما انخفضت اسعار الفائدة زاد الاستثمار وبالتالي زاد الدخل كما هو مبين في الرسم البياني هذا على الجانب الاخر الان سندهب الى انه في الاقتصاد عندما ينخفض الدخل تقل الحاجة الى السيول النقدية وعرض النقد او يطلب على النقود بنخفض وبالعكس الان يعني دعنا الان نضح على شكل السيول النقدية ويطلب على النقود وارجل انتباه لها على المحور الافقي بقي مستويات الدخل على المحور العمودي هو اسعار الفائدة كما ذكرنا قبل قليل عندما تكون الان اسعار الفائدة عالية بكون الدخل المنخفض وبالتالي الحاجة الى النقود بتكون قليلة عندما يكون الان الان ارجو التركيز على ما اقول عندما يكون انتاج قليل السلع المتوافرة في الاقصاد بضائع وخدمات بتكون قليلة وبالتالي الحاجة الى النقود والطالب على النقود بيكون قليل ما يعني الان ربما عند مستويات دخل المنخفضة سنحتاج فقط قلينا امحاها هذه اضحها باللون الاحمر سنحتاج الى هذه الكمية من النقود والسيولة وبالتالي لانه اسعار الفائدة كانت منخفضة هنا والدخل بيكون منخفض شوف العلاقة العكسية الان بين ما قلنا قبل قليل في سوق السلع الان عن سوق النقود الان عندما يرتفع الدخل تزداد الحاجة الى السيولة النقدية والطلب على النقود لكن بنفس الوقت ترتفع اسعار الفائدة وبالتالي تنشأ هذه النقطة الجديدة الان كذلك الامر اذا ارتفع الدخل تنشأ هذه النقطة المكون الان من دخل هنا طبعا واي 2 هاي واي 3 لكن اسعار الفائدة عما ترتفع اعتباعا هذه R2 هذه R3 وهكذا واخيرا كنقطة رابعة لنفترض بان الان ارتفع الدخل زادت الحاجة الى النقد والسيول النقدي والطبع النقود لكن بنفس الوقت ارتفعك اسعار الفائدة الى R4 على سمثال لو شبكنا بين كل هذه النقاط بهذا المنحن الجديد هنا امحاها حتى توضح الصورة اوكي فبكون عندي بالحالة هاي ينشأ هذا المحنة الذي يطلق عليه ما يسمى الام كيرف هذا الام كيرف اذا في سوق السلع نشأ ما يسمى بال اي اس كيرف لكن في سوق النقود نشأ ما يسمى بالليكوديتي موني اللي هو منحن الطلب على السيولة والنقود من جهة اخرى وأرجو ان ترجعوا طبعا تعودوا الى سوق النقود الذي شرحته في اكثر من مقطع الآن التوازن بين السوقين نذهب الى التوازن بين السوقين توازن السوقين كما ذكرت الآن على المحوى الافقي بقي مستويات الدخل على المحوى العمودي الآن يبقى سعر الفائدة عندي الآن هنا الاس كيرف هذا الاس كيرف وعلى هنا الام كيرف يتقاطع المنحنيان هذه حتى لا نحسبها خمسة داني اضحها انها اس وهي انفستمنت هنا وهنا لكويدتي موني يتقاطع المنحنيان في هذه هنا عند هذه النقطة ينشي عنها الزوج المرتب الدخل التوازني في كل الاقتصاد مقابل سعر توازني هذه قصة التوازن بين سوق النقود وسوق السلع أو سوق السلع أو سوق النقود لنفترض الآن بأن الاستثمارات زادت وبقي الطلب على الليكويدتي والموني كما هو يعني ان الاستثمارات الآن نتخيلها بأن هذا المنحن الجديد هذا الآن اس الجديد لاحظوا انه ما الذي يحدث بأن اسعار الفائدة سترتفع اسعار الفائدة ترتفع لكن الدخل سيرتفع لنفترض الآن بأن الطلب على الليكويدتي من جهة أخرى الليكويدتي وموني رفضا يعني سأرسم هنا الآن هذا المنحنة هي اس وهذا الم تقاطع هنا فهذا الدخل التوازن الذي نشأ هنا وهذا السعر الفائدة للتوازن الذي نشأ تكرت قبل قليل بأنه إذا الآن اس زاد بمعنى آخر انتقل المنحنة هنا وبالتالي الأسعار الفائدة سترتفع والدخل سيرتفع أما في الطريقة المعاكسة لو أن الآن الليكويدتي من يزاد لاحظوا لما الذي يحدث الآن هاي الأم هنا الذي يحدث إذا بقيت أمور كما كانت وبالتالي الأسعار الفائدة ستنخفض مع زيادة في الطلب على النقود أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع السريع البسيط أرجو تجوع إلى سوق النقود وسوق السلع مرة ثانية وثالثة ورابعة قدر استطاعتكم حتى تعرفوا العلاقة وبقراءة الكتاب إن شاء الله ستستوعب أكثر ما المقصود الآن بالتوازن بين السوقين سوق السلع وسوق النقود وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته